مثل كل ده ستير العالم الدستور اللبناني وضع آلية للتعاطي مع استقالة الحكومة أولا استقالة الحكومة تستقيل الحكومة في لبنان حصل مادة 69 بالحالات التالية وفاة رئيسة استقالة رئيسة نزع الثقة عنها ويلايه جديد لمجلس النواب وانتخاب رئيس جمهوري يجدي الفقرة 2 من المادة 53 بتشرح بشكل واضح شو لازم يسير بتقول يسمي رئيس الجمهورية الرئيس المكلف بعد لقائه برئيس مجلس النواب وفقا لاستشارات نيابية ملزمة يطلع على نتائجها السؤال اللي الكل عام يطرحوا ما هو الإلزام بهاي الحالة؟ هل الإلزام هو بعقد الاستشارات أم الإلزام هو بنتيجة الاستشارات؟ روحية اتفاق الطائف وروحية كل النقاش اللي كان سائد لإجراء التعديلات بالعام 90 باللبنان كان كل هدف أن يتحول رئيس الجمهوري إلى ما يشبه صندوق بريد يتلقى ما يقرر النواب بهاي الحالة إذن الإلزام حسب النص اللي هو عم بيقله لرئيس الجمهوري أن يلتقي برئيس مجلس النواب كي يطلعوا على نتائجها مجرد اطلاعوا على نتائج يدل على إلزاميتها شغلة تانية كل رؤساء الجمهورية من مرحلة ما بعض الطائف التزموا بنتائج الاستشارات النيابية شغلة تالتة عندما وكل بعض من النواب رئيس الجمهورية العماد إيميل لحود بالعام 98 تفوضوا صوتهم عملوا هيدا التفويد بإدل هيدا الشيء أنه هنما كان فيه توجه لعدم الالتزام بالاستشارات وإلا كانوا بكل بساطة أرر مين ما بده رئيس الجمهورية كل هاي الأمور بتأكد أن الاستشارات ملزمة بانعقاضة حتى يتم تكليف رئيس الحكومة كي يشكل الحكومة وملزمة بنتائجها للرئيس وطبعا فيه سبب منطقي كمان حوله لأنه هذه الحكومة عليها أن تحظى بالثقة بالبرلمان وبالتالي من المنطق جدا أن يتم اختيار الشخص الذي اختاره أكبر عدد من النواب السؤال اللي بينطرح كمان هل هيدا بيعني أنه رئيس الجمهورية يقف متفرجا خلال عملية تشكيل الحكومة الجواب أبدا رئيس الجمهورية في لبنان يمتلك صلاحية كتير قوية ورئيسية هي التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة لأنه الدستور بنص أيضا أن الحكومة يقدم التشكيل رئيس الوزراء بالاتفاق مع رئيس الجمهورية ولا إمكانية لأي أحد أن يلزم رئيس الجمهورية بالتوقيع على تشكيلة الحكومة إذا لم يكن موافق عليها وبالتالي الحديث على أن رئيس الجمهورية سيكون ضعيفا إذا كان ملزما بالاستشارات هذا ليس دقيق لأنه بالنهية هو يستطيع أن يدلي برأيه الحاسم من خلال عدم توقيعه على مرسوم تشكيل حكومة إذا شاف أنه لم يكن موافق عليها الآن بالدستور إذا كان واضح بالنسبة لموضوع أن الاستشارات ملزمة بانعقادة وبالنتائج إلا أنه في بعض الثغرات أو النقص بالنص الدستوري عم تخلي أحيانا عملية تشكيل الحكومة تكون شوي صعبة أول ملاحظة هي موضوع ما في مهلة زمنية واضحة بالدستور للبدء بالاستشارات النيابية الملزمة ولكن جرى العرف بالحد الأدنى من بعد اتفاق الطائف وتعدلات لعام تسعين أنه رئيس الجمهورية بس يصدر مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة أو قبول استئالتها واللي هو بين هلالين هو هيدا مرسوم شكلي لأنه ما في يرفض استئالة الحكومة مباشرة كان يدعي لاستشارات نيابية يحدد موعدها وبتجي الكتل بتسلم رئيس الجمهورية من تريد أن تسميه رئيسا للحكومة اليوم هذا النص مش موجود بالدستور وبالتالي اليوم رئيس الجمهورية عم يعتبر أنه معه وقت لا يعمل هيدا الشي ولكن بعتقد الظرف الصعب اللي عم بعيشه البلد واحد واثنين التحديات الاقتصادية الموجودة وثلاثة العرف اللي بقول كان يجب أن تدعى مباشرة بعتقد هون في مخالفة لروحية الدستور بتأخر رئيس الجمهورية بالقيام بهيدا الأمر وشغلة تانية فينا نذكرة أنه اليوم النقاش اللي عم بيصير بالبلد وعم تتسرب للإعلام واللقاءات عم نحس في مخالفة أيضا لفلسفة تشكيل الحكومة عم تبلش عملية التأليف قبل عملية التكليف يعني كأنه عم تسير المشاورات على شكل الحكومة قبل أن يسمى رئيس الوزراء وهيدي بحد ذاتها مخالفة لطبيعة توزيع الأدوار داخل السلطة التنفيذية بين رئيس حكومة يعمل على تركيب تشكيلة ويعرضها على رئيس الجمهورية بعد الاستشارات أو اللقاءات مع الكتل النيابية نقطة تانية فيها نقص بالدستور اللبناني وهيدي ما من لقيها ثغرة ببقية الدستير هي المهلة لتشكيل الحكومة اليوم بلبنان قبل الأحداث الأخيرة أو الظروف اللي عم بعيشها لبنان عملية التكليف كانت تكون كتير سريعة وعملية التأليف كانت عم تاخد سبعة وثمانية وتسع تشعر لأن الدستور اللبناني لم يضع مهلة ملزمة لتشكيل الحكومة وهيدا الشيء مثلا ببلد مثل إسبانيا على سبيل المثال تلات تشعر في حال الشخص الذي كلف لتشكيل الحكومة لم يستطع يسحب منه التكليف يكلف شخص تاني وبدول تاني عاطا يذهب إلى انتخابات نيابية مبكرة هيدا نقص بالبنان يمكن من الأمور اللي يجب أن نفكر فيها لاحقا كيف نسد هاي الثغرة كي لا تطول عملية التأليف لفترات طويلة اشتركوا في القناة